السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم اليوم إن شاء الله سأقدم لكم نيتشيني رائعي للاشتغال عليهما في أمازون كدبي وذلك نزولا عند رغبة العديد من الأصدقاء الذين طلبوا مني ذلك لكن قبل أن نشرع في شرح الدرس يجب عليكم إخواني أن تعلموا بأن النيتش يتغير حسب الموسم وحسب عدد الأشخاص الذين قاموا بالاشتغال عليه لذلك فرجاء إخواني هذا النيتش لحدود الساعة يبدو جيدا للاشتغال عليه ثم سأنتقلوا إلى نقطة أردت أن أبينها لكم إخواني تتعلق بمدى أهمية اختيار عنوان مميز للكتاب وتصميم رائع كذلك لجلب اهتمام المشترين ثم كلمات مفتاحية مستهدفة لتحسين ترتيب الكتاب فكلما توفرت هذه الشروط إلا وكانت لدينا احتمالية كبيرة لبيع الكتاب إذن الاستتناج الذي سوف نستنتجه من هذا الأمر هو النيتش وحده غير كافي لذلك إخواني يجب عليكم بدل مجهودات أكبر في تصميم الغلاف وكذلك المحتوى واستخراج كلمات مفتاحية مستهدفة حتى تتحصلوا على نتائج أفضل إذن أتمنى أن تكون الفكرة قد اتضحت لكم بالنسبة للنيتش الأول الذي سوف نشتغل عليه هو ميموريل داي فور كيتز وهو عبارة عن عيد وطني يكون في آخر يوم اثنين في شهر ماي تخلده الولايات المتحدة الأمريكية للمحاربين الذين لقوا حدفهم في المعارك السابقة إذن ما يهمنا هنا هو أننا سوف نشتغل على هذا النيتش من الآن وسنحاول تصميم أكبر عدد ممكن من الكتب فلازل لدينا تقريبا أكثر من شهر للاشتغال عليه إذن هذه فرصة رائعة جدا إخواني فلاحظوا معي منفسة قليلة وكتب تباع في الصفحات الأولى وبالتالي فهو نتش رائع جدا ثم سوف أنتقل معكم كذلك للنيتش الغني عن كل تعريف هو نتش خاص بعيد الأم وهو Mother's Day World Search سوف يوافق التاسع وعشرون ماي إخواني لذلك فلدينا كذلك وقت كافي للاشتغال عليه أما بالنسبة لمحتوى الخاص بهذا النيتش فالدرس السابق الذي قمت بشرحه والذي يظهر أمامكم الآن فعند مشاهدتكم لهذا الفيديو ستتمكنون من إنشاء محتوى خاص بهذه النوعية من الكتب إذن حتى لا أطين درس اليوم هذين هما النيتشين اللذاني أحببت أن أشاركهما معكما كذكاة للعمل إخواني فإن أعجبكم إخواني الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك يجدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر